عقب الأمطار الأخيرة التي تهطلت على منطقة تاعين العصل في ولاية الطرف والتي تسببت في عرقلة الطرقات من خلال البركة المائية والحفر وتوغل المياه إلى بعض المنازل خلقت استياءاً لسكان المنطقة نتابع التفاصيل في ميكروفون هشام جسمي ترجمة نانسي قنقر نديرنا حمشنا مجدد منطقة تاعين العصل تباع ثبت أنه وفضت علانة أخويا لا تقناشي أنا كيف نديره دورك أنا كيفية الديار تدخل الديار تاني القشي تلا نطيش في الماء إذا لو نسكو ما اشتاقها ما تقراشي الأمطار ررنا والله العظيم يحكمنا رعب في المنطقة هذه يعني نستسنى الشتاء بشتفرح وتزحنا والله يحكمنا رعب المياه تدخلنا للديار كنا ننتظروا يخدمون حزم أمني باش نتهنم الفيضانات كل الشتاء تفيد النضياء من جهته رئيس بلدية عين العصل بولاة الطارف أكد أن مصالحه مجندة لأي طارق الأمطار المتساقطة في الأوينة الأخيرة الحمد لله غيث معند ربي كانت تأثير شوية على واحد المناطق مثل البفة وخمسة جويلة لأنهم أصلا هم ورشات مفتوحة فيهم أشغال مشاريع الصرف الصحي ندخلوا في حالة ما إذا تكون حاجة كبيرة أو ندخلوا الحمد لله لكن ما البفة ضرق راهي مابقتش فيها فيظلات كي مقبل خاصة بعد ما درنا الطريقة ذي كتع المدخل تعين عسل وندرنا لفراج كبير والماء ما يبقاش يستقني كي مقبل ضرق بما يخص المشروع اللي قاعد يخدم فيه المقاول راهي إشكالية فترة زمن معين في حالة ما إذا كانت الأمطار قوية ولا كانت تساقط كبير راح ندخل والمصالح التي عنا راهي على قهبة الاستعداد بالمطريال بالأجهزة المتوفرة